موسيقى موسيقى مشاهدي فضائية العراق التربوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا طلبة الصف الثالث متوسط درسنا لهذا اليوم لمادة الكيميا هو التعبير عن تركيز المحلول أعزائنا الطلبة ذكرنا سابقا بأن المحلول يتكون من جزئين رئيسيين هما المذاب والمذيب وهذه المحاليل تختلف من حيث كمية المذاب وكمية المذيب أي تختلف رياضيا عرفنا المحلول المذاب والمذيب اليوم درسنا نريد نتعلم كيف نحسب كمية رياضيا يمكن حسابها بعدة طرق عدنا ثلاث طرق لحساب تركيز المحلول تبدأت أولا بالنسبة المئوية الكتلية الطريقة الثانية النسبة المئوية الحجمية والطريقة الثالثة التركيز بالكثافة اليوم درسنا الجزء الأول هو حساب التركيز المحلول عن طريق النسبة المئوية الكتلية ماذا يقصد بالنسبة المئوية الكتلية؟ نجي إلى موضوعنا إلى دارسنا وصبورتنا موضوعنا التركيز المئوية الكتلية ماذا يقصد بها؟ يقصد بها هي عدد وحدات الكتلة من المادة المذابة في 100 وحدة من كتلة المحلول أي نسبة الكتلية للمذاب أو المذيب ماذا يقصد بها؟ يقصد بها عدد غرامات المذاب في 100 غرام من المحلول عدد غرامات المذاب في 100 غرام من المحلول الغاية من هذا القصد يا عزائنا الطلبة بأن المحلول يتكون جزء من المذاب وجزء من المذيب نريد أن نحرف كمية هذا المذاب وكمية المذيب فمن أجي أرد أحسب رياضيا بأنه نسبة كتلية بصورة عامة أما أخذها بصورة عامة نسبة كتلية للمكون المحلول تساوي كتلة المكون على كتلة المحلول في 100% من هو المكون يا أما مذاب أو مذيب فنجي نأخذ واحد واحد أول شيء عدنا النسبة الكتلية للمذاب ماذا يقول النسبة الكتلية كتلة المذاب على كتلة المحلول في 100% أجي أريد أعبر عنها رياضيا بدل ما أعبر عنها لفظيا النسبة الكتلية للمذاب كتلة المذاب أرمذلها بالرمز M1 كتلة المحلول اللي هي كتلة التوتل M1 زائدا M2 حسنا نجي هنا عزائنا الطلبة ما هو الفرق بين M1 و M2 M1 هي كتلة المذاب لماذا سميت بM1؟ M هي الكتلة لماذا بال1؟ بما أن المحلول تكون كمية المذاب أقل من كمية المذيب فدائما كتلة المذاب تأخذ الرقم الصغير فدائما الرقم الصغير تكون للمذاب ليش؟ لأن كمية المذاب قليلة نجي كمية المذاب تكون كبيرة الرقم الاثنين تكون للمذاب ليش؟ لأن بصورة عامة المحلول كمية المذاب تكون أكبر من كمية المذاب خلاص نرد نرجع إذن النسبة الكتلية للمذاب تساوي كتلة المذاب أموان على اليمن على كتلة المحلول اللي هي M total في 100% نرد نرجع نذكر أعزائنا الطلبة بأن M total هي عبارة عن M1 زائد M2 أي كتلة المذاب زائد كتلة المذيب هاي في حالة النسبة الكتلية المن للمذاب نجي نأخذ النسبة الكتلية للمذيب نفس الحالة بصورة عامة نجي النسبة الكتلية لأي مكون من يمكن مكونات المحلول كتلة المكون على كتلة المحلول المكون أما هو المذاب أو المذيب المكون أما المذاب أو المذيب خلاص نأخذ نفس الحالة أدنى منه نجي لكتلة المذيب النسبة الكتلية للمذيب من هي النسبة الكتلية للمذيب؟ هي كتلة المذيب نسبة الكتلية النسبة الكتلية للمذيب كتلة المذيب من هو المذيب؟ هو M2 ليش خلينا التو؟ لأن كمية المذيب تكون أكبر من كمية المذيب على كتلة المحلول اللي هي M total من هي M total؟ هي كتلة المذيب زائدا كتلة المذيب نرد نعيد من التذكير عزائنا الطلبة أي بصورة عامة النسبة الكتلية لأي مكون لأي مكون من مكونات المحلول أي المذاب أو المذيب تساوي كتلة المكون اللي هو المذاب أموان أو كتلة المذيب اللي هو أمتو على كتلة المحلول في 100% عزائنا الطلبة نجي نطبق تطبيق رياضي عندنا تطبيق رياضي أول تطبيق عندنا مثال 1-4 ماذا يقصد بالمثال 1-4 نجي نقرأ السؤال وهو من الأسئلة الوزارية المهمة من نسبة الكتلية للمذاب عزائنا الطلبة النسبة الكتلية للمذاب اللي هي أموان النسبة الكتلية للمذاب أموان والنسبة الكتلية للمذيب اللي هي أمتو للمحلول مكونة من 15.3 غرام ملح الطعام وعد ومكونة من المذاب في 155 غرام من الماء أعزائنا الطلبة نلاحظ كمية المذاب هذا من هو ملح الطعام هو المذاب 15.3 بينما كمية المذيب اللي هو الميش قيمته 155 غرام دائما كمية المذيب تكون أكبر من كمية المذاب فإحنا شنسوه أول ما نجي نطلع معطيات السؤال أعزائنا الطلبة أول مرحلة نقوم بها نقوم بها نخلي معطيات السؤال على صفحة نجي أول شيء قدنا كتلة المذاب أخذها من السؤال 15.3 غرام كتلة المذيب اللي هو المي 155 غرام إحنا في حال حالة هو يريد منعدي النسبة الكتلية للمذاب وللمذيب يعني يريدها لمكونات المحلول أول ما أجي أكتب القانون شي يقول القانون النسبة الكتلية للمذاب أموان اللي هي كتلة المذاب على كتلة المحلول في 100% نجي أخلي الأمتوتر على صفحة أجي أطلع كتلة المحلول اللي هي أمتوتر أمين جاي كتلة المحلول جاي من كتلة المذاب زائدان كتلة المذيب اجمعتهم اش طلعت لي طلعت لي 170.3 غرام هاي كتلة المحلول تفيدني بالنسبة المئوية الكتلية تفيدني للمذاب وتفيدني للمذيب انا هسا اول ما دطلعها دطلع للمذاب اجي كتلة المذاب هي قبالي 15.3 غرام علي من على كتلة المحلول اللي انا طلعتها في 100% اشقد طلعت لي طلعت لي 8.98% خلصنا خلصنا طلعنا كتلة المذاب نجي وين الريد كتلة المذيب نفس الشغل كتلة المذيب اقول لك كتلة المذيب اللي هي M total لاحظة عزائي الطلبة M2 هاي ال M2 ليش خليت الرقم 2 اكبر من الواحد لان كمية المذيب اكبر من كمية المذاب حتى ما اخطأ كحل رياضي دائما الرقم تشبيل للكمية الكبيرة اللي هي كمية المذيب M2 على M total في 100% انا عندي كاتبة معطيات سؤالي كتلة المذيب اش قد عدي من المية تطلع لكمية المذيب ليش لان المحلول يتكون 100% من مذاب زائد المذيب حتى اتخلص من الحل الرياضي ولا صعوبة الرياضياتي حتى اتحقق بان حلي صحيح اطرح هاي الثمانية اطرحها من المية من اطرحتها من المية اش راح تطلع لي تطلع لي النسبة الكتلية للمذيب خلصنا عدنا نرجع عدنا تمرين تمرين 1-4 يقول احسب النسبة الكتلية لكل من المذاب والمذيب في محلول محظر من اذابة 48.2 غرام من السكر في 498 غرام من الماء عزائنا الطلبة نحسب النسبة الكتلية المن اطلعها للمذاب واطلع النسبة الكتلية للمذيب اطلع كتلة المحلول في حالة انذا طلعت كتلة المحلول اختصرها واطلع الكتلة العامة نرجع موضوعنا نجي قدنا سؤال اخر شي يقول لي احسب النسبة الكتلية لكل من حامض الهايدروكلوريك والماء عند تخفيفه اش قد عدي 20 غرام من HCL من هو ال HCL هو المذيب في 80 غرام من الماء اللي هو الماء المقطر نجي شي يريد ما عدي يريد النسبة الكتلية لكل من المذاب والمذيب النسبة المئوية نجي اول شي نكتب معطيات السؤال عندي اموان عزائنا الطلبة M1 اللي هي من هي M1 كتلة المذاب اش قد نعطين ياها 20 غرام نجي كتلة المذيب كتلة المذيب اللي هي M2 شا ساوي هي 80 غرام تمرين 4 4 2 تمرين 4 2 كتلة المذيب 80 غرام نجي اول شغلة عزائنا الطلبة نطلع كتلة المحلول نطلعها على صفحة نتخلص من عدها حتى تستفاد من عدها بالمذيب وبالمذام اجي اقول له M total اللي هي كتلة المحلول شا ساوي كتلة المحلول M1 زائد M2 وتساوي اش قد نعطي M1 عندي 20 غرام زائد M2 عندي 80 غرام اش قد طلعت كتلة المحلول طلعت لي 100 غرام طلعتها واخليها على صفحة زائنا الطلبة هسا اجي شا سوي اطلع النسبة الكتلية للمذيب واطلع النسبة الكتلية للمذيب اجي اقول له النسبة الكتلية للمذيب شا ساوي M1 كتلة المذيب على M total في 100 بالمية ويساوي انا كاتبة معطيات سؤالي M1 20 M total 100 في من في 100 بالمية شا ساوي رياضيات هاي المية اختصر هاي المية اش قد طلع لي طلع لي 20 بالمية هاي منو هاي كتلة النسبة المئوية الكتلية للمذيب حتى اعرف النسبة المئوية الكتلية للمذيب النسبة المئوية الكتلية للمذيب اطرح المية من 20 رح تطلع لي 80 بالمية بس للتحقيق لازم اتأكد اجي اقول له النسبة الكتلية المئوية الكتلية للمذيب تساوي كتلة المذيب على كتلة المحلول في 100 بالمية كتلة كتلة المحلول ام توتل تساوي هسا نجي وتساوي الام توتل الام تو عندي اش قد ادي 80 على الام توتل اللي هي 100 في 100 بالمية هاي تروح ويا هاي اش قد طلعت لي النسبة الكتلية للمذيب طلعت لي 80 بالمية للتحقيق للتحقيق اشوف حتى حلي صحيح ام لا اقول له 80 زائد 20 طلع لمية بالمية النسبة المئوية الكتلية للمحلول النسبة المئوية الكتلية للمحلول عزائنا الطالبة ان شاء الله درسنا عزائنا الطالبة ان شاء الله موضوعنا القادم يكون واجبنا كمثال إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم أعزان الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة